الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم تقدم وسيأتي إن شاء الله أن الفعل الوحيد المعرب الذي تتغير حركته بسبب تغير المعنى هو الفعل المضارب وأما الفعل الماضي فهو مبني دائما وفعل الآمر مبني دائما فقط الفعل المضارب تدخل عليه أدوات النصب فيكون منصوبا تدخل عليه أدوات الجزم فيكون مجزوما إذا ما دخل عليه لا أدوات النصب ولا أدوات الجزم يكون مرفوعا اليوم إن شاء الله الكلام في جوازم الفعل المضارب معنى الجزم هو حثف الحركة الجزم القطع فيقطع الفعل عن حركته يصير بلا حركة يصير سكون ويذكرون ثلاثة حروف تؤدي إلى حثف حركة الفعل المضارب يعني إلى جزم الفعل المضارب يعني إلى جعل آخره مسكنا فيه سكون ليس فيه حركة لا نصب ولا رفع الحروف ثلاثة الحرف الأول هو لم لم أداة نفي وجزم تدخل على الفعل المضارع فقط لم حرف مختص بالفعل المضارع لا تدخل لا على الأسماء ولا على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر لم حرف نفي مختص بالفعل المضارع معناه ما هو معناه نفي وقوع الحدث في الزمن الماضي لم يأتي زيد لم يأتي القطار لم تشرق الشمس لم يطلع النهار لم أرى القمار لم أفعل كذا لم يفعل كذا لم يفعلوا كذا لم تفعلوا كذا كل عمل لم من جهة المعنى ماذا يؤدي معناها نفي وقوع الفعل نفي وقوع الحدث في الزمن الماضي هذا ما حصل لم يحصل هذا الأمر هذا من جهة المعنى من جهة العمل تؤدي إلى جزم الفعل المضارع يعني تجعله بلا حركة تجعله مسكنين فنقول لم أداة نفي وجزم نفي من جهة المعنى جزم من جهة العمل من جهة التأثير في اللفظ تؤثر في اللفظ اللي هو في الفعل المضارع هذه لم لا تكون ناهية نحن عندنا لا نافية لا يأتي زيد نافية لا يكون كذا مع كذا لا يؤكل الطعام الفلاني مع الطعام الفلاني لا يوضع الملح على كذا لا ينتفع المريض من هذا الدواء هذه أداة نفي هذه لا لا تفعل شيء فقط نافية وليست لا التي نتحدث عنها لا التي نتحدث عنها لا ناهية تنهى تقول لا تفعل تنهى المخاطب تنهى المخاطب أن يفعل لا تفعل لا تؤذي جارك لا تهمل درسك لا تغفل عن ذكر ربك لا تتجرأ على والديك لا تظلم الآخرين هذه لا ناهية ففرق ففرق بين لا النافية وبين لا الناهية لا النافية تقول هذا ما يحصل لا يكون كذا مع كذا هذه نافية تنفي وهاي خارج وهاي خارج عما نحن فيه وهاي ليس لها عمل من جهة المعنى تنفي من جهة العمل لا تعمل ليس لها عمل أما لا التي نتحدث عنها فهي لا ناهية تنهى أنهاك عن فعل كذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء تنهاهم هذه لا الناهية تجزم الفعل المبارئ فهي لا ناهية من جهة المعنى وجازمة للفعل المبارئ أخذ هذني على شكل مثال ثم أنتقل إلى الأمر الثالث اللي هو أصعب قليلين لاحظوا أحبتي لم لم يحفظ محمد درسه لم أدات نفي وجزم لاحظوا جزمت الفعل المبارئ يحفظ كانت يحفظ يحفظ صارت يحفظ جزمت حذفت حركتها لم من جهة المعنى تنفي من جهة العمل تجزم فلم أدات نفي وجزم من جهة المعنى نفي من جهة العمل جزم لم أدات نفي وجزم يحفظ فعل مضارع مجزوم بلم فعل مضارع مجزوم بلم محمد فاعل درسه مفعول به لم أدات نفي وجزم يحفظ فعل مضارع مجزوم محمد فاعل درسه مفعول به إن شاء الله هذا تتم طريقة العراب تأتي في المستقبل بالتدريج لا الناهية وليست لا النافية لا الناهية تنهى لا تهمل حل التمارين حل التمارين أهم شيء في درس نحو لا ناهية جازمة من جهة المعنى تنهى من جهة العمل تجزم لا تهمل تهمل فعل مضارع مجزوم بلا كان تهمل أنت تهمل هو يهمل صارت تهمل لا تهمل الفاعل أنت ضمير مستتر تقديره أنت كيفية تقدير الضمائر المستتر إن شاء الله يأتي في محله حل مفعول به فإذن عندنا لم النافية وعندنا لا الناهية لا تختلط لا الناهية مع لا النافية يجب أن تلحظ المعنى فإذا وجدت لا تريد أن تنفي تقول هذا الطعام لا يستعمل مع هذا الطعام تقول لا يستعمل تريد أن تنفي أما أذا تريد أن تنه تقول لا يستعمل هذا الطعام يعني أنهاكم عن ذلك فلا النافية فلا النافية مجرد تنفي تقول هذا هذا من في لا الناهية تقول أنا أنا أمنعكم عن ذلك كلامنا في الناهية وليس في النافية لا الناهية أداة نهيا وجزم من جهة المعنى نهي من جهة اللفظ تجزم من جهة العمل تجزم الفعل المضارع الفعل المضارع اللي ييجي بعدها يكون مجزوما مجزوم بلا الناهية لا تهمل حل التمارين كل هذا عملنا من دون حل تمارين لا أثر له من دون حل تمارين لا فائدة لا ينتفع الطالب هاي لا نافية لاحظوا لا ينتفع الطالب من الدرس من دون حل التمارين هذا نهي أو نفي هذا هذا نفي وليس نهي لا ينتفع الطالب هذا ما ينتفع من عنده هذا نفي الناهي لا تهمل حل التمارين لا تضعف عن حل التمارين لا تمل من حل التمارين لا تمل من المراجعة لا تمل من السؤال كرر السؤال والمراجعة والمتابعة لكي تحصل على النتيجة إلى هنا أكملنا هذين الفردين لم النافية ولا الناهية أكملنا نأتي إلى إن الشرطية إن الشرطية أحبتي يختلف حالها عن لم ولا تختلف شيء آخر أسلوب آخر عالم آخر أصلا لاحظوا أحبتي يكون عندنا جملتان مستقلتان جملتان مستقلتان مثل إش طلعت الشمس جملة مستقلة طلعت الشمس جملة مستقلة صار هاي مستقلة لاحظوا استقلال تام صار الجو حارا جملة مستقلة طلعت الشمس جملة مستقلة صار الجو حارا جملة مستقلة أخرى لا علاقة بالأولى بالثانية الأولى لا علاقة لها بالثانية في هذا التركيب تأتي إن في هذا التركيب تأتي إن تربط ما بين الجملتين إن الشرطية تربط ما بين الجملتين المستقلتين كانت لهم استقلالية الآن بعد ليس لهم استقلالية تزول الاستقلالية تربط بين الجملتين تقول إن طلعت الشمس صار الجو حارا جملة شرطية شرط إن حصل الأول حصل الثاني إن وقع الأول وقع الثاني إن ترتب الأول ترتب الثاني في قبل الوجود إن كانت كل منهما جولة مستقلة بعد دخول إن صارت جملة واحدة وتسمى جملة شرطية كلها صارت جملة واحدة هذا المجموع كل صار جملة واحدة تسمى جملة شرطية فيها إن التي التي حققت الشرطية إن جاء زيد جاء عامر إن أتعبت نفسك في الدرس حس المراتب التي تريدها أو الأهداف التي تصم إليها هذه جملة شرطية واحدة مكونة من كم جملة مكونة من جملتين مستقلتين في أنفسهما في نفسهما ولكن ضمن الجملة الشرطية بعد مصر مستقلة لا تقول إن طلعت الشمس وتسكت وإنما تقول إن طلعت الشمس صار الجو حارا صار المجموع جملة واحدة وتسمى جملة ماذا جملة شرطية تسمى جملة شرطية هذا المثال بالأفعال الماضية طلعت فعل ماضي صار فعل ماضي هذا المثال فقط جئت به للتوضيح كلامنا في الفعل المضارع الفعل الماضي معرض أو مبني تقدم أن الأفعال الماضية مبنية دائما الأفعال الماضية مبنية دائما لا تتغير من جهة الإعراب ألفاظها لا تتبدل إعرابيا وإنما الفعل المضارع فقط من الأفعال هو الذي يتبدل فنعود إلى الفعل المضارع نقول إن تجتهد تجتهد كانت تجتهدو فعل مضارع مرفوع بعد دخول أن ماذا صار تجئ تهد أحبتي باللافظ التاء مع الجيم ثقيلة تجئ تهد ثقيلة فالعرب يميلون إلى التخفيف فيقولون تشتهد تشتهد لأن التاء هوائية والشين أيضا فيها قوة هوائية ليست مثل الجيم الجيم فيها قطع الشين ليس فيها هذا القطع والقوة والثقل ولذا التاء تناسب الشين ولا تناسب الجيم فلا يقولون تجئ تهد تكون ثقيلة باللفظ يقولون تشتهد فقط من جهة اللفظ لا المعنى يتبدل لا الإعراب يتبدل لا الكتابة تتبدل كل شيء على ما هو عليه فقط لفظا من أجل التخفيف يقولون إن تشتهد ولا يقولون إن تجئ تهد تكون ثقيل على كل حال تجتهد فعل مضارع يرفع بأرض ما تجتهد ولكن لدخول إن الشرط عليه صار تجتهد هذا فعل الشرط هذا يسمى جواب الشرط هذا يسمى فعل الشرط هذا يسمى جواب الشرط فعل الشرط فهي إن إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط إذا كان فعل مضارع فهي تجزمه إن تجتهد تصل أيضا كان أصلا تصل أنت تصل نحن نصل زيد يصل هند تصل كان مرفوع بالضمة ولكن لأنه صار فعل شرط أو جواب شرط جزمته إن فإن تجزم كم فعل إن تجزم فعلين تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط هذا يسمى فعل الشرط هذا يسمى جواب الشرط نقول تشتهد فعل مضارع مجزوم مجزوم بإن؟ لأنه فعل الشرط الفاعل أنت إن شاء الله يأتي تصل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط فإذن لم ولا كل منهما يجزم فعلا مضارعا واحدا بينما إن تجزم فعلين الأول فعل الشرط فعل الشرط والثاني جواب الشرط هذا يسمى فعل الشرط هذا يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط أو جوابه وجزاؤه ما يفرق شيء فإن شرطية جازمة تشتهد فعل مضارع مجزوم بإن؟ فاعل كذا يأتي إن شاء الله تصل أيضا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون إن شاء الله يأتي في المستقبل تكملة الصورة الآن نأخذ الصورة بالتدريج إلى أن تكتمل فإذا صار عندنا الجوازم ثلاثة لم نافية تجزم الفعل المضارع لا الناهية وليست لا النافية تجزم فعلا مضارعا واحدا وإن الشرطية تدخل على جملتين الأولى تكون فعل الشرط الثانية تكون جواب الشرط وتجزم كل الفعلين المضارعين في فعل الشرط وفي جواب الشرط نقرأ القاعدة قال يجزم القاعدة رقم 14 يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم معنى الجزم هو القطع رفع الحركة كالحروف الآتية وهي لم ولا الناهية الأستاذان المؤلفان ملتفتاني إلى أنه يوجد عندنا لا ناهية ويوجد عندنا لا نافية فما قال لا وسكت وأضاع المطلب على الطالب في لم قالا لم هي لم تدخل إلا على الفعل المضارع وضعها ماشي ما في مشكلة ولكن لا يوجد عندنا لا نافية ويوجد عندنا لا ناهية والمقصود هو لا الناهية ولذا أكد عليها قال وهي لم ولا الناهية وإن يعني إن الشرطية وإن الشرطية القاعدة رقم 15 لم ولا ولا الناهية لاحظوا يؤكدان على هذه القضية حتى ليس الخلط عند الطالب يتمرن الطالب تدريجيا مع أستاذه المشريف يرسل لنا الرسائل لنفرق له بين لا النافية ولا الناهية لا النافية لا تعمل شيئا لاحظوا هذه الآن لا نافية أقول لا النافية لا تعمل هذه نافية لا تعمل شيئا لا تؤثر في الجملة لا تجزموا الفعل المضارع حيث يكونها لا نافية أذكرها لا نافية ويبقى الفعل المضارع مرفوع لا تؤثر لا تعمل لا تجزم بينما لا الناهية تقول لا تفعل ينهاه طيب ولا الناهية لم ولا الناهية تجزمان فعلا مضارعا واحدا والحرف الأول يعني لم ينفي حصول الفعل في الماضي لم يأتي القطار يعني في الزمن الماضي ما جاء القطار والثاني ينهى عن عمل الفعل لا تفعل القاعدة ستة عشر إن لها خصوصية لاحظوا القاعدة خمسة عشر جمع فيها لم ولا الناهية كلاهما في قاعدة واحدة ولكن إن ميزاها فصلاها لأنها لها خصوصية تركيبها مختلف معناها مختلف ووضعها مختلف قال إن تجزم فعلين وتفيد أن حصول الأول شرط لحصول الثاني إن جاء زيد جاء عمر الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط نأخذ بعض التمارين تبري الرقم واحد عين الأفعال المضارعة المجزومة في الجمل الآتية الجملة الأولى غامت السماء ولم تمطر لم تمطر لم أداة نفي وجازم تجزم الفعل المضارعة رقم اثنين لم يحضر علي البارحة فأصلها يحضر نحضر أنت تحضر أنا أحضر فعل مضارع فيه ضم ولكن عندما جاءت لم صارت لم تحضر لم يحضر لم أحضر لم أداة نفي وجزم يحضر فعل مضارع مجزوم رقم ثلاثة لا تتعود هنا نهي نهي لا تتعود كثرة المزاح لا ناهية وجازمة تتعود فعل مضارع مجزوم لا تشرب وأنت تعب كذلك نأتي إلى رقم ستة إن تقرب من النار تشعر بحرارتها تقرب تشعر فعلان جزمة إن إن أداة شرط وجزم تقرب فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط تشعر أيضا مجزوم وعلامة جزمة تكون السكون طيب هذا التمرين الأول التمرين الثاني يقول أدخل لم على الأفعال المضارعة التي في الجمل الآتية وأشكل آخرة أشكل يعني ضع حركة أشكل يعني ضع ضم فتح كسر سكون ماذا تحتاج هذه الكلمة من حركات الحركات تسمى تشكيل يثمر البستان يثمر فعل مضارع مرفوع البستان فاعل عندما تضع لم تقول لم يثمر فصير لم أداة نفي وجزم يثمر فعل مضارع مجزوم التبرين الذي باء في ثانيا باء ضع لا الناهية قبل كل فعل مضارع في الجمل الآتية وأشكل آخر تلوث يديك بالمداد تلوث فعل مضارع مرفوع نضع لا لا تلوث لا ناهية جازمة تلوث فعل مضارع مجزوم تتلف أثاث المنزل لا تتلف تضرب من هو أصغر منك لا تضرب ينتهي إلى هنا البحث والتمرين قبل أن ننهي البحث فقط أنه رفع الفعل المضارع هذا لا يحتاج إلى درس جديد فلا أتوقف هنا أدخل إن شاء الله في الدرس اللاحق مباشرة في كان وأخوات كان رفع الفعل المضارع سهل ما يحتاج تمرين القاعدة رقم 17 تقول يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه لاحظوا هنا جات لم لم يسبقه كانت يسبقه صارت لم يسبقه إذا لم يسبقه أداة من أدوات النصب والجسم هذا كل مبحث هذا درس رفع الفعل المضارع ما يحتاج أنه نخصص لدرس ويأخذ وقتنا الفعل المضارع إن دخلت عليه النواصب نصبه إن دخلت عليه الجوازي جزمه إذا ما دخلت عليه لا النواصب ولا الجوازي يرفع يكرم الولد أباه يكرم فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجسم تطلع الشمس تطلع في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجسم يأكل الولد التفاحة يأكل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجسم ليس هناك أداة ترفع الفعل المضارع الفعل المضارع مرفوع بنفسه إلا أن تدخل عليه النواصب فتنصبه أو تدخل عليه الجوازي فيجزم إذا لا يوجد نواصب ولا جوازي يكون مرفوع لكي يكون عندنا إن شاء الله في الدرس اللاحب مع بقاء العمر والتوفيق بإذن الله مبحث كانة وآخراتها مع إن شاء الله بيان لمجموعة من الأمثلة والتأكيد والتأكيد على أن الدرس اللاحب يحتاج إلى تمارين أكثر لتعدد الكلمات التي تؤثر هذا التأثير والحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اشتركوا في القناة